السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا عندي مشكلة مش عارفة اعمل ايه انا متكوزة من سنة ونص زوجي مسافر انا كنت قعدة مع اهله بس حصل مشاكل كتير ودلوقتي قعدة الوحدي في الشقة في نفس بيت العيلة على طول بسمع اصواته ومكلامه من غير قصد هل كده علي زم اول حاجة ما ترويش ودنك يعني هما عندهم لما تلاقيهم بيتكلموا اعمل انت حاجة وانت شغلي لاني واضح اني انت بتدوري على حاجة في كلامهم بتدوري هما يقولوا عليك ايه او بتدوري هما ايه اللي عندهم فانا رأييه طلعيهم من دماغك خالص خالص طب ايه اللي حاصل انت بتكتهي دي وبتنشغلي في بيتك وبتعمل لي عندك ومش مش مترطأوا ادنك بتسمعيهم خلاص لا يكلف الله نفسا إيه اللي وسعادة وسعك طب ايه اللي حاصل ولما تسمعي ما تركزيش شتتي تفكيرك عشان ما ايه اللي حاصل نفسك ما تخطيكيش وتخليكي بتتجسسي ولا بتتحسسي يبقى ايه اللي حاصل تعملي شيء يشتت انتباعك عن سماع هذا الكلام يبقى انت لو عملت كده يبقى انت عملت الواجب عليك شرعا وخلاص بتعدي وخلاص خالصنا من مسألة الايه مسألة ان انت تقعي في التحسس ولا التجسس بس انا بقولك انت محتاجة تراجع ايه شويتين تلاتة وجودك في بيت العيلة لان واضح ان وجودك في بيت العيلة ده انت مش عقاب لا ولزاك بتعملي ايه بتحاولي تجد مبرر ان انت تملي نفسك وتحاولي تقنعي جوزك ان انت مش عايزة تعوضي في الامر ده لان الامر ده هيوقعك في الحرام اهلك يا سيدي يتكلموا بصوت عالي وانا مش ادرى عيش معاهم لانه انا بخاف من الغيبة والنميمة مهم بيتكلموا على بعض كلام وحش وانا مش عايزة اسمعه او هم بيتكلموا مع بعض كلام وحش على الناس وانا مش عايزة اسمعه هيوقعولي في الغيبة والنميمة منials مادرة لا لا الغيبة والنميمة بيبقى عصد انت مش عصدها خلاص بتشتدي تفكيرك وما تبقىش تسمعي الكلام ده طيب اعمل ايه انا بقى اذا كنت سمعت في الفاتمة انت مكانش قصدك فخلاص لكن ما تبنيش اي حكم ما تبنيش اي حاجة على اللي انت سمعتلي انه ممكن ان انت سمعتلي ده واتم تعرفيش ايه خلفياته طيب يبقى نعمل ايه نحاول بقدر امكان ان احنا لا نسترق السمع وده واجب علينا اللي واجب علينا عشان ما نقعش في الحرام اللي هو التحسس والتجسس ان انا لما هم يتكلموا ايه اللي يحصل انا ما انتبهش ليهم اشدت تفكيري وابتعد عن ده ابتعادا كبيرا عشان ايه لما ابتعد عنهم ايه المقصود بتاعي لما ابتعد عنهم احس ان انا ايه في امان انما فكرة ان انا عايزة اسمع ما يمكن ان في النص كده يجيبوا سرتي يجيبوا سرتي بسوق ما هو ده تبقى وسواس الشيطان ويبقى دوت ايه اللي حاصل قد افلح من زكاء وخابة من ده السهل يبقى ايه ده دي الخيبة بقى ان الواحد عايز يعمل ايه يطوع نفسه فيبتدي يسترق السمع للناس بتقوله وطبعا هو النفس مش هتقولك ان تبتسمعيهم عشان ان انت تضررهم ولا حاجة ده هو بيقولك ان انت بتسمعي وبتتجسسي على ده ليه يا سيدي ليه بتقولي ايه اتوى نفس كده قالت بس انت عشان تحمي نفسك فده بتقل اللي حاصل بل ان انسانه على نفسه بصيرة ولو القى مع زير لما نفسك تجي تقولك اه والله انت ما عملتش حاجة ده هم اللي بيتكلم بسوط عالي والسوط العالي وصلك الكلام ده فانت ملكش دعوة والنق وإن اللي حاصل وهذه وهما اللي غلطانين وده تحرام عليهم مش حرام عليك انت لا انت تحاول تكتهد ان انت الامر التاني والمهم حديث رسول الله عليه وسلم لا يحدثني احد من اصحابي عن احد اني اريد ان القى الناس سليم الصدر يعني ايه يعني الكلام ده ممكن يغر صدرك فلما تقبليهم تقع في الحرام ان انت بتجسسك وتحسسك ده تروح تتكلمين معهم على ان هم ناس سيئين وهم ممكن في اللحظة دي يكونوا بيقولوا كلام من وراء البوم او بيقولوا كلام بنفعال يبقى كمان انت لازم تركزي في المعنى ده وتبتعدي ابتعادة ان كلها عن مسألة ان انت تحاول بقدر الامكان تتجسسي او تتحسسي انا بقول لحضرتك ان في الحقيقة واضح من السؤال ان في حاجة انت مش عايزة تعيش في بيت العيلة انا بقول لحضرتك واضح مش عايزة تعيش في بيت العيلة فانت بتقولي ان بيت العيلة ده مش مناسب لانه في الحقيقة ايه اللي حصل ما بيحترمش الخصوصية لان انت في سؤالك قلتي ايه وكأنك بتقولي ان حصلت مشاكل كتيرة وانت قاعدة لوحدك يعني انت عندك البيت ده ما بيحترمش الخصوصية حتى انت عايزة تقولي هم نفسهم بينهم وبين بعض ما بيحترموش الخصوصية فانا بسمعهم فانت عايزة تسيب البيت فانا رأي ان انت تتكلم مع زوجك في مسألة بقائك في بيت العيلة او عدم بقائك وانا فكرة ويجوز شرعا ان الانسان يطلب سكن بعيدة عن بيت العيلة ده مش حرام ولا اي حاجة بس الاساس ان في السؤال اللي انت سألتهوني ان حضرتك تبتاعي دي عن كل تحسس وكل تجسس مع ملاحظة ان ده وتبيكشف عن انك انت مش راضية ان انت تبقي في هذه البيئة حلوم ربنا يوسع عليك وباركرك انت وزوجك وان شاء الله يرزغك بيتا هانئا بعيدا عن كل المشاكل واجعلك ان شاء الله في الصالحين امين امين يا رب العالمين